ايه زيكم? صديقة من الصديقات بعثيت لي رسالة تحكيلي فيها عن ظروفها وعن حياتها وشوية كده عن بعض المناغصات اللي موجودة في حياتها في اخر الرسالة لفت نظري جملة حسيت ان هي مفتاح الموضوع كله قالت لي هو يعني انا عشان تخينا وكسلانا مش من حقي ان انا اكون سعيدة زي الزوجات التانين كتير قوي بنبقى عارفين ايه اللي نقصنا بنبقى عارفين ايه مشكلتنا ولكن بدل ما نوجه طاقتنا وجهدنا ووقتنا وتفكيرنا لحل المشكلة اللي او معالجة العيب اللي عندنا بنوجه الطاقة والوقت والجهد للعب دور الضحية هي حلت مشكلتها لنفسها هي اللي قالت لي على السببين اللي هي شايفة انه ممكن يكون سبب ان حياتها من الغصة وعلاقتها مع جوزها مش قد كده هي بنفسها اللي قالت لي انا عارفة ان انا تخينا وكسلانا انا مش انا اللي بقول عليها انا ما شفتهاش انا ما عرفهاش انا حتى ما كلمتهاش وجها لوجه لكن ده من كلامها هي انا عارفة ان انا تخينا وكسلانا لكن هو مش من حقي ان انا اعيش متهنية زي باقي الزوجات من حقك انك تعيش متهنية زي اي حد متهنية التخينا الرفيعة اي حد الطويلة القسيارة الثمرة اللي بتشتغل في البيت اللي ما بتشتغلش في البيت كلنا من حقنا ان احنا نكون ساعدة ولكن لما بقى عارفة مشكلتي ان انا تخينا والن ده مؤثر على حياتي والن ده مؤثر على علاقتي مع جوزي مش عشان هو بيقول لها انت تخينا او انت تخينا والكلام ده لا عشان فيه حاجة شخصية حميمة بينهم متأثرة بانها تخينا ده مكهرة بالعلاقة انا عارفة ان انا كسلانة طيب طيب مدام انت عارفة دايما يقول لك معارفة المشكلة نص الحل مدام عارفين المشكلة يبقى عارفين حلها تخينا خسي كسلانة اتنشطة ما بقولش الموضوع سهل انا اكتر واحدة بكرر وبقولها لكم ان التغيير صعب ومحتاج مجهود ومحتاج ان الواحد يعافر يعافر مع نفسه قبل ما يعافر مع الاخرين والمعافرة مع النفس دي مش سهلة خالص لان احنا بنحب الكسل احنا بنحب الاكل احنا بنحب الراحة اي نجاح في حياتنا لازم له تعب ومجهود وعلى فكرة والتغيير ممكن يبتدي بخطوات صغيرة يعني ايه التغيير ممكن يبتدي بخطوات صغيرة يعني بدل ما اقول انا عايزة خس عشرة كيلو عشرين كيلو انا عايزة اقوم شمشون الجبارة كسر الدنيا ونضف فوق وتحت وعمل تنفيذة العيد في يناير نختار اكشن صغير هنا وهنا انا عايزة خس هتحكم في اكل طب بس انا بحب الاكل وبطبخول وبعمل محشي ومحشي كرومبو كلام ده حلو قوي مفيش مشكلة يومين في الاسبوع بس حقضيهم بدون نشويات ايه ده ينفع اه ينفع حفطر بطين مع كم علاقة فول ايه ده وينفع الفول اكله من غير عيش اه ينفع هيتقلق يعني مش هيرضى يتبلع مش هيرضى يتهدم هيرضى هاخد خصايا انا بعمل كده لما لاقي نفسي كده ان يعني زودت شوية ولخبطت شوية بقى سكريات وحلويات وكنا معزمين عند حد او عزمين حد والكلام ده بعمل ايه باختر يوم قال فيه نشويات بافتر بيض مسلوق والفول بتاعي ولو عندي خص بعمله اوارب وباكل الفول بالخص باكل والله العظيم بحط الجبنة على الخيار واكلها اه مش دي الحاجة اللي هتخليني اخس قوي ولكن هتحطني في المود ان كل يوم اخد خطوة صغيرة اثبطي المنبه بتاعك 15 دقيقة وروحي تمشي لغاية اخر الشارع وارجعي تاني طيب كس لانا مش عايزة اقول لك قومي النهاردة نفاضي وشيلي السجاجيد وعملي كذا لا قولي النهاردة مثلا اه حكنس البيت كله مش هعمل حاجة تاني سيب السراير مفع كشا سيبي كذا سيبي كذا مش مهم اعملي حاجة واحدة بس حكنس بس اصحي من النوم كده وانتي مقررة على حاجة واحدة بس ده يعني انا يعني مبسوطة اصلا ان شخص يبعاتلي ويبقى عارف سبب مشكلته ويبقى عارف ان السبب ده روت كوز دايما اقول لكم على ان فيه اسباب كتير قوي ممكن الزوجين يتخنقوا بيتخنقوا على حاجات هيفة وطول النهار نقار 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 عشان فيه حاجة تحت السطح هي دي اللي مزعلهم قوي من بعض ولكن قاعدين عمالين يعني عارفين كأن اللي مولع ناره قاعد عمال يرقص حواليها بدل ما يطفيها انهم مش بينقشوا السبب الاساسي لما حد بيبعاتلي ايميل او ميسج ويبقى عارف السبب الحقيقي ده كويس جدا خلاص عارفنا اهو كل يوم الصبح فكري النهاردة هعمل ايه عشان عالج السبب الاولاني انا عارفة ان انا تخينة هعمل ايه النهاردة همشي شوية زيادة هقل الاكلي همنع السكر خالص النهاردة هو وان اكشن حاجة بس واحدة تغييرها انا عارفة ان انا كسلانة النهاردة بس هعمل ايه اه النهاردة مثلا مش هخلي اي موقعين في الحوض خالص او النهاردة مثلا هعمل كذا او النهاردة هعمل كذا نصيحتي ليها انها تصحى من النوم الصبح تقرر فعل واحد بس تصغير في السبب الاولاني انا عارفة ان انا تخينة واكشن تاني بس تصغير للسبب التاني انا عارفة ان انا كسلانة وتشوف تدي نفسها فرص الشهر ده من 20 يناير ل 20 فبراير من 20 فبراير ل 20 مارس من 20 مارس ل 20 ابريل وهكذا وتمشي خطوة خطوة شهر كتير اسبوع كلي وهنا بقى يعني لازم بحب بقى عمم لو فيه درس ممكن نتعلمه من هنا كل واحد فينا يقف وقفة صادقة مع نفسه ويسأل نفسه انا ايه سبب المشكلة دي ايه الخط والصغيرة الوحيدة اللي ممكن انا عارفة ان مشاكلنا ممكن يكون لها اسباب خارجية واسباب مننا احنا نبتدي بالاسباب اللي مننا احنا ونفكر فيها ونشوف ازاي ممكن نغيرها ما ينفعش ان احنا نفضل نمثل دور الضحية الانية اللي بقى كمان لما نعدي بقى دور الضحية وندخل في اللام وبالاء اه انا دخينة وحلوة ده كذا وكذا وكذا لا حبيبتي انت لا كذا ولا كذا ولا كذا ما دم هو ده سبب المشكلة اللي عندك اه اصلا انا كسلانة اصلا مولودة كده اصلا واخدع الدلع اصلا واخدع الراحة ماشي حبيبتي ما هو الدلع والراحة دي هي اللي مكركبة حياتك شوفوا امسكوا مشكلة كده في حياتكم واعرفوا الروت كوز بتاعها السبب الجزري في هذه المشكلة واخدوا ما بينك وبين نفسكم مش لازم تقولوا لحده مش لازم تكتبوها على الفيسبوك ومش لازم تعملوا اعلان بين نفسي حتى لا تقولوا لجوازاتكم ولا الناس المحيطة بيكم ولا حتى اعزة احباطك بينك كده وبين نفسك ام انا النهاردة مش هاكل عيش خالص ولا عيش ولا فينه ولا معجنات ولا مكرونه ولا روز وهاكل بقى اي حاجة دانية من غير الكلام ده جربي يوم عرفتي جربي اليوم التاني عرفتي جربي اليوم التالت وهكذا انا النهاردة هعمل حاجة تغيره بس في البيت هو ده وتاني يوم اختار حاجة تانية وتالت يوم اختار حاجة تالتة وهكذا كل واحد بقى يطبق ده على المشكلة اللي في حياته ارجو ان كلامي ده هيكون مفيد لنا كلنا انا شخصيا اتفت ولما بعمل الفيديو من الفيديوهات دي ده بيخليني افكر في نفسي وافكر في حياتي وافكر في ازاي ان انا طبق اللي انا بقولكم عليه انا كمان فكرت في حاجة كده من خاصة حياتي وفكرت في اكشن صغير مش هقوله لكم عشان ده بيني وبين نفسي اكتبولي تحت في التعليقات بتعملوا ايه لما بتبقوا عارفين السبب الاصلي والجزري في المشكلة اللي في حياتكم اشوفكم المرة الجاي اشتركوا في القناة